ترقب لإعلان رسمي من الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي هانز جراند بيريغ مبعوثاً أممياً رابعاً إلى اليمن بعد موافقة الصين عليه مسؤول في البعثة الصينية تحدث لوكالة رويترز عن موافقة الصين مؤخراً لكنهم تنعى عن التعليق حول سبب التأخير بشأن المصادقة على الدبلوماسي السويدي الذي طرحت الأمم المتحدة اسمه على أعضاء مجلس الأمن في منتصف يوليو الماضي خلفاً للبريطاني مارتن غريفث الإعلان الرسمي المنتظر للمبعوث الأممي الجديد يأتي على وقع جبهات مشتعلة تزداد فيها المعارك ضراوة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وتصعيد في المحافظات الجنوبية يقوده المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ضد الحكومة فضلاً عن أزمة اقتصادية تتعاظم وتفاقم للأوضاع المعيشية لليمنيين وفيما فشل ثلاثة مبعوثين أمميين في السنوات الماضية في تحقيق اختراق حقيقي لإنهاء الصراع الدامي تنتظر المبعوث الأممي الجديد أزمة تزداد تعقيداً وتشعباً وعجز واضح في ردم الهوة بين الحكومة وميليشيا الحوثي في إبريل 2011 تحرك القطار الأممي إلى اليمن بقيادة الدبلوماسي المغربي جمال بن عمر ومن بعده الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ الذي تولى المهمة بعده البريطاني مارتن جريفث وسط انتظار للمبعوث الأممي الجديد فهل سيحقق تقدماً في مهمته أم أنها ستقتصر على تصريحات تشعر مرة بالقلق وتارة بالتفاؤل الذي سرعان ما يتبدد ويتلاشى ترجمة نانسي قنقر